جهود متواصلة تقوم بها الدولة للارتقاء بالقطاع الطبي في جميع محافظات الجمهورية ففي محافظة بنسويف شهدت مستشفيات الجامعة افتتاح أول محطة لتوليد الأكسجين لسد احتياجات المستشفيات كف جهود حثيثة تبدلها الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي ودعم المستشفيات في جميع المحافظات ففي محافظة بنسويف شهدت مستشفيات الجامعة افتتاح أول محطة لتوليد وإنتاج الأكسجين لتحقيق الاكتفاء الذاتية حيث تعمل المحطة على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم إذ أنها تعتمد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي المحطة دي رائدة من نوعها وكانت فكرة واخدنا فيها سبق في إدارة مستشفيات جامعة بنسويف نحن بدأنا بتنفيذها الفكرة بدأت مع تزايد أزمة الأكسجين كلنا عارفين أن توفر الأكسجين في المستشفيات عموما ده من أهم الاحتياجات للمحافظة على حياة المرضى وحاجة من الأساسيات والبنية التحتية الموجودة في المستشفيات مصادر توريد الأكسجين بتبقى ياما استوانات غازات أكسجين غازي ياما تنكات تخزين الأكسجين السائل الفكرة الثالثة اللي بدأنا في تنفيذها هو أننا يبقى عندي محطة توليد أكسجين من الهواء الجاو المحطة توفر أعلى معدلات الأمان من خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشرية فضلا عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر لتوريد خارج السيطرة المحطة توفر أعلى معدلات الأمان من خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشرية فضلا عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج سيطرة المستشفى المباشرة الحمد لله نحن في المستشفى الجميع الوحيد اللي هي فلوكشينيتة عن طريق المولد المولد فكرته أن إزاي ناخد من الهواء نصنع أوشجين ودي كانت فكرة جيدة الحمد لله وتبنناها والحمد لله نجحت ووصلت للتنور أهمية المولد واحد معدل أمان عالي جدا ما فيش تدخل بشري خالص ثالث حاجة ما فيش مشكلة في النهاية المواصلات وهذا اللي كان بيحصل مع الأوشجين الغاز المنتج كله سائل غاز مش سائل فالفقد فيه بيكون قليل آخر حاجة بالنسبة للجدوى احنا بالنسبة لنا توفير سرمي مكتوب من 5 مليون جنيه وتنتج المحطة ما يزيد عن 120 مترا مكعبا في الساعة الواحدة وتساعد في الترشيد حيث توفر ما يزيد عن 5 ملايين جنيه من النفقات في العام الواحد بما يساعد في ترشيد الإنفاق إذ أن تكلفة توريد غاز الأوكسجين في زيادة مستمرة خاصة في أوقات الأزمات ماتا ترجمة نانسي قنقر